وأكف عن مساويهم نعم لا تبحث عن مساويهم وتنبِّش عن الأشياء التي قيلت شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في الواسطة يقول الأخبار التي رُويت في مثالبهم أكثرها كذب أكثرها كذب والصحيح منها هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر لهم أجر فهم على كل حال مأجورون ثم لهم من الفضائل ما يغطي ما يحصل من الخطأ الذي قد يحصل من أفرادهم الصحبة تغطي كل هذا نعم